بشوي من المينيا عنده سؤال لحضرتك ألو ألو يا فندن ألو مساء الخير أهلا بيك يا بشوي أعم سنور يا فندن تفضل سؤالك حضرتك إزاي أنجح في شغلي مع أن أنا مشتغل إزاي أنجح في شغلي نعم تمام يعني شروط النجاح أو إزاي أنت عاوز تمشي في شغلك وتبقى ناجح صح نعم تمام تمام أنا بشكرك جدا يا بشوي أستاذ ماهر حالا هيجاوب حضرتك إزايك يا بشوي أنا مبسوط لهذا السؤال لأنه سؤال صعب الحقيقة طبيعة النجاح اللي أنت عايزه إيه لو عايز نجاح مطلق اعمل زي ما ميكافيلي بيقول وقول الغاية تبرر الوسيلة لكن لو عايز نجاح مرضي لله اعمل أعمال ترضي لله أنت مؤتمن تجاه العمل يبقى تمم الأمانة يعني اعمل بجد من المهم جدا للإنسان علشان يبقى ناجح أنه يبقى ناجح في عينين نفسه بالضبط أصله أنا ناجح في عينين مين في واحد يبقى ناجح في عينين نفسه وراضي عن نفسه وفي واحد مهما يعمل ما يبقاش راضي تعجبني صورة لولدين واخدين مراكز في مسابقة فالولد اللي واخد المركز الأول واقف حزين كده والولد اللي واخد المركز التالت رفع المدالية بتاعته وفرحان بيها أنا ناجح مع إني التالت بس أنا ناجح في عينين نفسي لإني بقيس نفسي على نفسي مبارح عايز تنجح اجتهد عايز تنجح يكون عندك طموح عايز تنجح حب العمل اللي انت بتعمله هتنجح فيه حب العمل اللي انت بتعمله لإني أحيانا المجموع بيدخلنا يعني الطلبة بمناسبة شهد السنوية العامة أحيانا المجموع عفواً بيدخلهم كلية هم مش حابينها عايزين يدخلوا كلية من كليات القمة وفي نفس الوقت هم مجموعهم ما جابش أو العكس مجموعهم جابوا مجموع كبير قوي وهم مستخصرينه هيدخلوا كلية عشان المجموع عشان يردوا بابا وماما فخلينا نعرف النجاح الإنسان إزاي ينجح وهو حابب العمل اللي هو بيعمله لازم أعرف نفسي الأول يعني كل الأولاد لما وهم صغيرين نفسك تطلع إيه كلهم اللي يقول نفسها طلع زابط نفسها طلع دكتور نفسها طلع مهندس بس كل ده من غير ما يعرف نفسه لازم الأول تقف مع نفسك وتعرف إمكانياتك وتشوف قدراتك وتشوف الله رسم لي في خطته لحياتي إيه ومن خلال ده تعرف تقرأ أنت ممكن تنجح فيه ولد يجيب مجموع كبير جدا المفروض أنه يدخله كل الطب بس هو مش حابب كل الطب لو دخل المجال اللي بيحبه هينجح فيه أكتر من أنه يخش مكان هو مش عايزه لازم علشان أختار المكان اللي أنا رايحه لازم يبقى أنا عارف قدراتي خلي بالحضرتك الأزمة دايما أنه إحنا بنقيس نفسنا بقار النفسي بالآخرين أنا نفسي أبقى مزيع والأضواء مصلطة علي مثلا زي حضرتك فمش هطولها لأن إمكانياتي لا تسمح فده بيقلمني ويحزني لا من فضلك اعرف إمكانياتك وعرف أنت فين من عدم الحكمة أو من الحماقة أن الإيد تستنى تبقى زي العين الإيد تبقى زي العين مستحيل وكل عضو لي الله خلق كل عضو لعمل يقول كده في رسالة أفسوس يقول لأعمال قد سبق الله فأعدها لنسلك فيها إحنا كل واحد فينا الله أعدله أعمال ليسلك فيها لأننا مخلوقين في المسيح يسوع أفسوس 2 كل واحد فينا يعرف إمكانياته ويعرفه فين أنا مين أنا المفروض أطلع إيه